حقائق عدة يمكن أن نشير إليها في إجازة شديدة أرجو أن لا يكون مخلّاً من هذه الحقائق القرآنية التي تربى عليها المسلم وينشع في ظلالها أن مشيئة الله تعالى في حلقه قضت أن يكونوا محكلفين في ألوانهم ولغاتهم وأعرافهم وعقولهم ومشاعرهم وينزم ذلك ضرورة أن يكونوا مختلفين في أبيانهم وعقائدهم لأن اختلاف مدالك العقول يتبعه حتماً اختلاف العقائد والمدالك وكان في مقبول الله سبحانه وتعالى لو شاء وأراد أن يخلق الناس جميعاً على دين واحد وعقيدة واحدة إلا أنه تعالى لم يشهد ذلك وشاء أكعد ذلك الأدية وشاء اختلاف العقائد ويقرر القرآن أن هذا الاختلاف أو التنوع قانون إلهي يحكم هذا الدنيا ويسيطر على سلوك الناس إلى آخر رهضة في عمر هذا الكون هذه الحقيقة قاتل الله بها محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن فقالا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَجَعَ الْنَاسَ أَمَّةُ وَاحِدَةً وَلَا يَزَالِنَا مَتْخَلِفِينَ إِلَّا إِلَّا مَرْحِبَ رَبُكَ وَلِذَا لِكَفَلَقَ لَهُمْ وفي مرضى الآخر يقول لكل من دعانهم وشريعة المكان وهذا الأصل القرآلي يستنزل من قطيع من قطول العلاق بين البشر المختلفين بأصل خلقتهم وتكوينهم يحتعرف الحضار بقل أنت تتكامل تطافات العالم وحضاراتك يا أيها النصر نحرفناكم من ذلك وحنسا وتعناكم شعوما وقمائنا وتعارفوا إِنَّ أَتْرَمَكُمْ عِدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ خَفِيْ وتستجع حقيقة هذا الاختلاف ومن شاء ومن شاء فلق إِنَّ أَتْرَمَكُمْ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأن دعوات الرسل جميعا اجتمعت كلمتها على أصول عامة مشتركة لا يفترضها لديو العلمين ولا رسالة عن رسالة وفي مقدمة هذه القصول الدعوة إلى توحيد الله ترجمة نانسي قنقر